إلى العراق الآن حيث أفادت مصادرنا بمقتل ثلاثة من عناصر القوات العراقية بينهم ضابطان من جراء هجوم في محافظة كاركوك شمالية العراق خلية الإعلام الأمني قالت أن تنظيم داعش شن الهجوم الذي استهدف وحدة للجيش العراقي في كاركوك ليلة أمسي وأعلنت خلية الإعلام الأمني أن لجنة مشتركة بدأت تحقيقا لمعارفة ملابسات الحادث للمزيد معي من بغداد مرسلنا حيدر الأسدي حيدر إذن ما الذي بات معروف حتى الآن عن هذا الهجوم وماذا عن تداعيته أيضا حتى الآن لم تكشف اللجنة التحقيقية عن ملابسات هذا الهجوم ولكن بالتأكيد هو خرق أمني جديد يسجل ضمن الساحة العراقية الأمنية وخصوصا في محافظة كاركوك بشكل خاص لم تعد هذه الهجمات نسمع عنها أو نراها سوى فقط في محافظة كاركوك على اعتبار أن هذه المحافظة على امتداد أو اتصال مباشر مع جبال وتلال حمرين الوعرة التي يتخذها عناصر داعش ملاذا آمنا لهم رغم العمليات العسكرية رغم القصف الجوي والعمليات الاستباقية ولكن هذه التلال الوعرة تؤمن لهذه الجماعات الإرهابية مساحة جيدة للاختباء ومن ثم تنفيذ هجمات بين الحين والآخر كما حصل في هجوم فجر هذا اليوم عندما قامت المجموعة الإرهابية بتفجير عبو ناسفة قرب أحدى الرباية ومن ثم بعد وصول القوة الساندة تم فتح أو إطلاق النار على القوة الساندة وأدى هذا الهجوم الإرهابي أو هذا الكمين إلى مقتل ثلاثة من الجنود العراقيين وإصابة عدد آخر وبالتأكيد هذا الهجوم هو يسجل أول خرق أمني في جدار الحكومة العراقية الجديدة مما يتطلب معالجة سريعة وتشكيل لجان أمنية سريعة للوقوف على ملابسات هذه الهجمات وهذه الخروقات نعم حيدر الأسادي مرسلنا من بغداد شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر